السلام عليكم هذا امتحان امساة writing exam تازة الناس يلا عليها امتحان في هالشهر او الشهر الجاي ممكن لمدة ثلاثة اربع شهور جاية ممكن يجي نفس الwriting او شبيه فيستفيدوا من الفوكاب يستفيدوا من طريقة الحل ورب ينجح الجميع يلا نبدأ بسم الله الموضوع في ثلاثة عناصر دائما نركز عليها الاولى انه يعطيك الوقت وكم كلمة مطلوب تمام الموضوع من اكثر الناس لا يأكل المرح أو يحاولون ان يكون للمرح يلا يأكل اللحم ما يأكل اللحم او انهم يحاولوا يأكل ايه منه ماهي الاسباب لهذا وماهي تصبح انه محكمة على هذه المرحة في شيء التين سؤالين هذة هو اللي مطلوب نجواب عليهم ماني بيبل ماننا ندخل فيها احنا المطلوب ماننا نجواب على السؤالين هذه وتحت فيه Discuss your ideas and support them with reasons and examples يعني لازم تعطي reasons وأمثلة إذا أمكن هاي مهمة كثير نبدأ دائما بالbrainstorming اللي هو العصف الذهني نجيب أفكار هذي أفكار يستفيد منها أي إنسان يجيه نفس الموضوع أو شيء مشابه أو يتعلم على طريقة الحل لأن هاي هذه tips writing tips فعنا سؤالين نجيب الريزنز الآن الأول ethical reasons سجل عندك الكلمة جديدة ethical أخلاقية أسباب أخلاقية كيف Many people choose not to eat meat due to ethical reasons شفنا كلمة due to بسبب اختاروا هم بنفسهم أنه ما يكتب اللحم لأسباب أخلاقية such as concerns about animal welfare يعني قلبهم على ما يطوحهم يكل الحيوانات environmental sustainability أنهم يهتموا بالبيئة and a refusal رفض يعني to support an industry يرفضوا أنهم يساندوا صناعة that relies on animal exploitation سجل عندك كلمة exploitation استغلال يعني هيستغلال الحيوان يبني ثروة على الحيوانات الفكرة الثانية الأسباب الثانية هي religious reasons أسباب دينية الدين يدخل في الحياة أن يحلل ويحرم نحنا في الإسلام عندنا حلال وحرام نفس الشيء في الديانات الأخرى بعض الديانات بعض الديانات such as بوذيزم جينيزم and هندوزم هذه الثلاثة فربيد يمنعون the consumption استهلاك اللحم and animal products ومنتجات الحيوانية as part of their religious beliefs beliefs يعني اعتقادات هذا جانب من اعتقاداتهم مثل ما عندنا اعتقاداتنا هم هاي في الدم يعني في الصميم زين أسباب ثالثة health reason أسباب صحية a vegetarian or vegan الحين vegetarian vegan نفس الشيء لكن الفيغان أكثر من الفيغتارين ياكل بس ليطل على العرض نباتي الفيغتارين ياكل مثلا العسل الشغلات كذا بس هذا الفيغان zero anyway a vegetarian or vegan diet is often associated with هاي كلمة جميلة associated with مرتبط به له علاقة به مرتبط به associated with improved health benefits يعني اي انسان بياخذ السلطات ولا ايش الخضار اكثر الشيء هذا مربوط باثار صحية ممتازة such as لو كولسترول كولسترول يكون قليل عنده لو بلد برشا بلد برشا ضغط الدم لو رسك of type 2 ديابيتس امكانية يجيه السكر رقم ثنين نادرة أو قليلة السبب الرابع لما في ناس في أطفال صغار يولدوا كده ما يأكل اللحم some people simply don't enjoy the taste of meat ما يستمتع الطعم اللحم or animal products ولا اي شيء حيواني and opt for كلمة opt for نتعلمها يعني يختار opt for plant-based alternatives instead plant-based يعني خيارات مبنية على خيارات أخرى alternatives يعني خيارات أخرى بديل alternatives بدأل رقم خمسة والأخير أسباب environmental reasons أسباب بيئية eating plant-based foods has a much lower environmental impact than consuming animal products as it requires fewer resources to produce الحين الفرق بين أكل الحيوانات والنبات أننا ما نخسر شيء لما نطلع نغرس الأرض ونطلع عشاب وغيره لكن لما تربي حيوانات بتكلف كثير وهذا اللي بيزيد في الكاربن والى آخر السؤال الثالي هو what is European أرايك أنت تعطيه وين في آخر شيء في الخاتمة الآن الإنتردكتن كيف تقول الإنتردكتن the number of people reducing their meat consumption عدد الناث اللي تنغس استهلاك consumption أنني استهلاك or opting opting يعني هما يختاروا not to eat شفتوا not to يعني ألا يأكلون لحم at all has been steadily increasing steadily يعني steady ready go steady يعني increasing in recent years في تزايد مستمر سنوات الفاتح this trend is due to various reasons various يعني متنوع اسباب متنوع due to شفناها يعني بسبب ranging from ranging from ranging from health and environmental concerns to ethical consideration تتراوح من مرصحية بيئية إلى أخلاقية الآن في المقدمة قدمت تقريبا للعناصر اللي رح أتكلم فيها في البدي البدي هو عبارة على reasons وكل reason بروحة reason one from a healthy perspective من وجهة نظر صحية نحفظها كلمة perspective red and processed meat consumption استهلاك اللحم الأحمر has been linked to an increased risk of cancer diabetes and heart diseases يعني ربطوه بالسرطان والدواء إلى آخرين heart disease أبراد القلب additionally بالإضافة إلى ذلك هذا استخدام الكنيكتور مهمة some research بعض الأبحاث suggests هنا يأتي مثال شفتو that reducing or eliminating reducing ينقص eliminate يعني يقضي بالكامل meat consumption استهلاك اللحم can improve overall health overall يعني بصفة عامة and reduce ينقص the risk of developing chronic disease هاي كلمة جميلة نحفظها chronic diseases أمراض مزمينة this has led many people to choose not to eat meat or significantly reduce their intake significantly يعني بصفة ملحوظة reduce ينقص intake يعني الاستهلاك اللي يأكل a reason two في البدي regarding environmental consequences فيما يخص النتائج environment البيئية the livestock industry livestock يعني الماشية كتبها عندك livestock صناعة الماشية يصنعها مصانع يعني يصنع الدجاج ويصنع مش منه anyway the livestock industry is responsible for large amounts of greenhouse gas greenhouse gas احتباس الحراري emissions امبعاث water pollution and land degradation land degradation تدهور الارضي يعني تصير ما تنتجزين the production of animal derived products الانتاج منتوجات مستمدة من الحيوانات مثل الاجبان وغيرها requires a great deal of energy يحتاج الانتاج واضح الطاقة and resources people can significantly reduce carbon footprint الناس ممكن تنقص استهلاك بصمة الكربون بصمة الكربون هو استهلاك للطاقة كشخص and help contribute كلمة contribute يساهم to a more sustainable future by going meatless sustainable مستدام going meatless أنه يمنع يمتنع عن أكل اللحم reason three والأخير finally many people choose to reduce their meat conception for ethical reason السبب الثلاث اللي خلي ناستطرق اللحم هي أسباب أخلاقية as awareness كما بما أن الawareness يعني الوعي كل ما زاد الوعي of animal warfare والرفق بالحيوان issues grows كل ما نمت هذا في الشخص والناس والمجتمعات more people are taking a stance اكتب عندك take a stance يعني يأخذ موقف against ضد the suffering تألم الحيوان of animals in factory farming يعني هذا ممنوع له يتحرك الحيوان عشان يسمع للأخير in factory farming and slaughter houses slaughter houses هي المسالح this has led to a surge surge يعني ارتفاع جنوني in veganism and vegetarianism كثير من الناس صاروا نباتيين ما يبغي يشوف الحيوان تتألم with people boycotting animal boycot يعني يقاطع boycotting animal products منتجات منتجات الحيوانية all together كلمة all together جملة وتفصيلة to show their opposition عشان يشوف ضد انهم ضد هالشي الحيوانية الحيوانية and their impact وتأثير على حيوانية بيتنا وحياة الحيوانات الله يوفقكم جميعا انشاء الله تكونوا استفدتم بالنسبة للي ما اشترك يشترك لان فيه اشياء دائما جديدة ورب يوفقكم ونجحكم وشكرا لدعمكم الى اللقاء